مراجعة نهائية لكيفة ما تناولنا وصورة وبانوراما لورقة الاختبار نتناول من خلالها جميع جزئيات المنهج والتي تتناول جميع ما درسنا ومتاح لك الاختيار والاختيار من ما بين أسئلة القراءة أو أسئلة النصوص والتي تأتي في السؤال الثاني والسؤال الثالث فهي نعرض مع جزئيات المراجعة النهائية أولا المقرر ووضعناه في هيئة جدول في جميع ما تناولنا القراءة النصوص النحو الأدب في كل مجموعة سلاسة موضوعات القراءة سلاسة موضوعات النصوص سلاسة موضوعات النحو سلاسة دروس الأدب موضوع واحد ونتناول فيه جزئيتان أولا شكل أو يعني شبه بانوراما لورقة الامتحان في الفاصل الدراسي الأول بنبدأ بسؤال التعبير تعامدنا التعبير وينقسم إلى قسمين التعبير الوظيفي والتعبير الإبداعي طبعا اللي هو الجزء الأولاني اللي بطلب منك لافتة أو إعلان أو برقية بنتناول فيها بطلب منك أكتبها في موضوع معين فهنا بقولك اكتب لافتة تخص زملائك على أهمية العمل لأن طبعا موضوع العمل كان من يعني موضوعات البريزة في المنهج لكن إن شاء الله ممكن يجلنا عن حاجة يا زي النظافة زي العلم إلى آخير تمام ثم دائما في العنصر التاني بطلب منك الموضوع الإبداعي اللي هو بتكتب وبتستفيد فيه باللغة العربية الأنيقة واللي بتبدأ فيه طبعا بالمقدمة جزابة في لب الموضوع ثم بتتناول بعد ذلك جزئيات الموضوع بالتفاصيل وذاكر في الأول العناصر باختصار طبعا أنا جايبا لك هنا طبعا الحاجات المتوقعة في النظام بتاعنا إن اكتب قصة عن كفاح أحمد حتى حقق حلمه وصار صاحب إمبراطورية صناعية كبرى تمام فطبعا القصة لها أسلوب بتكتبه بأسلوب جزاب وطبعا برضو ما بين التوسط ويبعد عن الإجاز الشديد الموضوع الثاني اخترت مصر وسنعرض بعد قليل الموضوعات المتوقعة حتى نستعد لها طبعا موضوع مصر من الموضوعات الجزابة لأن المنهج كان مليء بالوطنية والانتماء فموضوع مصر من المواضيع الجميلة فبنقول المقدمة مصر ليست وطن وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا طبعا دي ما أقولها هنفتكر مع بعض كان مين اللي قالها في المنهج اكتب موضحا فضل الوطن علينا ومعالم مصر المشهورة السياحية وواجبنا نحو الوطن أنا هنا وضحت لك العناصر واحد من أول موضحا دي واحد اتنين تلاتة تلات عناصر للموضوع طيب اللافتة أنا طلبت منك اللافتة عن العمل فنموذج لها احرص على العمل فالعمل ضريبة الحياة ده نموذج لللافتة ممكن تأتي عن أي موضوع آخر بنكتبها بالطريقة دي فاللافتة من أبسط الحاجات اللي بتيجي فيه التعبير الوظيفي تعالى للموضوعات المتوقعة هذا الفصل الدراسي الوطن أفضل والانتماء ليه العمل طبعا كان موضوع بارس جدا لمحمود تيمور العمل أهمية أهميته أهمية اختيار العمل المناسب لميولك وسماتك الشخصية وخصائصك الرحمة سلوك بشري ده طبعا ختمنا بيه المنهج طيب الموضوعات المتوقعة أيضا واللي عدت علينا قبل كده الصداقة إحدى ضروريات الحياة الرياضة أهمية ممارسة الرياضة وأنواع الرياضات إلى أخير التنمية الشباب وأهمية الشباب في المجتمع ودور الشباب في المجتمع من الموضوعات اللي لازم برضو نجهز ليها ونستعد ليها والعناصرها والتفاصيلها بالالتزام بأن احنا هنحط في الأول عنصرين للموضوع وبعد كده هندخل بمقدمة جزابة ولكن في قلب الموضوع وندخل بعد كده للتفاصيل المطلوبة من موضوعنا وهو العناصر بترتيب ونختم بواجبنا نحو هذا العنصر وطبعا برضو من المواضيع اللي دايما بنأكد عليها فضل الوالدين من الموضوعات القراءة أول سؤال بيجي لنا إن احنا هنتناول القراءة فأول موضوع بيقابلنا هو نص من نصوص القرآن وهي سورة الملك والآيات من 12 إلى السادس والعشرين بناخد جزئيات منها قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بنقول ما معنى يخشون طبعا هي المراضف اللي بطلبه منك بيبقى موجود معاك في الآية في الجزئية دي طبعا السؤال دوته أول جزئيات المنهج بيكون إجباري إن شاء الله فبيكون أول سؤال إجباري ثم يأتي دور الأسئلة الاختيارية من الأسئلة التالية معنى يخشون يخافون الله بطلب منك في بقى أشرح الآية يخافون الله في جميع أحوالهم في السر والعالم لأن الله يطلع عليهم في جميع أحوالهم طبعا هنا بنقول في نهاية الآية وزي للآية لهم مغفرة وأجر كبير فإيه شرط الحصول على مغفرة ربنا والأجر الكبير بنقول خوفوا الله في السر والعالم لأنهم اطلعوا علينا في جميع أحوالنا آية أخرى وسؤال آخر وجزئية أخرى من الآيات هتأتي بهذا الشكل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير طبعا الآيتين بطلب منك مرادف أسروا أسروا أي تكلموا سرا أو تكلمتم سرا أسروا طبعا هنا فعل أمر أسروا قولكم أو اجهروا به طبعا عكسه اجهروا به عكسه اجهروا به لإني بطلب منك في الجزئية الثانية المضاد إنه عليم بذات الصدور طبعا زي للآية والطلاع الله عز وجل وصيغة مبلغة بأنه واسع العلم ومؤكد بالأسلوب بالأداة إنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تأكيد طبعا للطلاع الله عز وجل على السر والعلن اشرح الآيات أنا بنقول ده طبعا أول موضوعات القراءة عندنا في الفصل الدراسي الأول إخبار من الله بسعة علمي وشمول لطفة أي كلها سواء لديه لا يخفى عليه من الله قافية التوكيد في زي للآية إنه عليم بذات الصدور اشرح أي بما في الصدور والقلوب من النيات والإرادات فالله عليم بالأقوال وكيفيتها والأفعال التي لا يسمعها إلا الله عز وجل طبيعي بديهي علم الله الواسع فبتختتم الآية ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق من الأسئلة المتوقعة والتي جاءت لأحد المدارس بأحدى المحافظات ألا ألا أسلوب إيه استفتاحي ولا تنبيهي ولا كده ألا هنا طبعا أسلوب تنبيه أسلوب جاءت أسلوب تنبيه واستدلا بدليل عقلي على علمه فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه كل دي دلائل عقلية على علم الله بالسر والعلن وأهمية خشية الله في السر والعلن تأكيدين لصفات الله وهو اللطيف والخبير الذي لطف علمه وخبره وخبرته وخبره وخبره حتى أدرك السرائر والدمائر والخبايا وهو الذي يعلم السر وأخفى جزئية تاني من الآيات الكريمات أولا يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يبسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير بفكرك تاني ما معنى صفات ما معنى صفات ومن الأسئلة المتوقعة طبعا في هذه الجزئية أذكر آيات أو قدرة الله عز وجل فيه الآيات طبعا خلق الطير مرادف صفات تبسط جناحيها للطيران وضدها يقبضن تجمع جناحيها مرة ثانية اشرح الآية الآية طبعا عتاب وحثن على النظر أو إلى النظر إلى أطحالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للهبوط مرة ثانية إلى الأرض هذه من قدرة الله عز وجل يأتينا بعد ذلك الموضوعات المتنوعة التالية في المنهج موضوعات القراءة أجب عن واحد من الأسئلة القاتية من موضوع الانتماء وحب الوطن حب الوطن من الإيمان ومن طبع الأحرار إظهار الحنين طبعا هنا ده الموضوع الثاني يليه الموضوع الثالث متاح ليك الاختيار من الموضوعين والموضوع اللي انت بتكون فيه مستعد أكتر ورجعته أكتر حب الوطن من الإيمان ومن طبع الأحرار إظهار الحنين إليه واللهفة عليه ففضله على الإنسان عظيم وولاء المواطن له دائم وحبه مستقر في القلوب فقد ترعر على أرض وتنفس هوائه وشارب من ماءه ونعم بعشرة أهله فأصبح جزءا من وطنيه لا يبعد عنه إلا ليعود إليه ضع مرادف الحنين في جملة هنعمل مرادف الحنين مضاد دائم وجمع طبع أذكر أفضل الوطن ودي طبعا مهمة جدا وجبنا نحو الوطن متى وضع أول دستور مصري طبعا عندنا الموضوع ده كان من الموضوعات الوطنية المهمة قوي واللي ذكر فيها نجوم ذكر فيها نجوم العصر القرن التاسع عشر واتكلمنا فيها عن حنينهم وعن معنى المواطنة في كل ده هنراجع مع بعض مرادف الحنين الشوق الشديد الجملة اللي هنحط فيها الحنين الشوق مرادف الحنين الشوق إلى الوطن لن ينتهي طب مضاد دائم أي زائل كله نعيم نعيم خل الله بأزائله كله نعيم خل الله بأزائله جمع طبع تباع في جملة تباع البشر مختلف تمام بقولك هنا أذكر وإشرح فضل الوطن ترعرع على أرضه يعني لو ذكرنا تاني السؤالة هو بقول أذكر أفضل الوطن علينا ترعرع على أرضه وتنفس هواءه كل ده طبعا بيساعدنا لما نيجي نكتب بالتعبير الإبداعي وشرب من ماء ونعم بعشرة أهله فأصبح جزءا من وطنه لا يبعد عنه إلا ليعود إليه وجبنا نحو الوطن مرة تانية بشكل تاني الحفاظ والحذر من أي دخيل ينظر إليه العمل لرفعته العمل لتطوير المنتج المصري التحلي بالأخلاق الرقية خاصة مع الضيوف الوافدة إليه مثل السياح أخيرا بقولك متى وضع أول دستور مصري وضع أول دستور مصري سنة 1932 وهو موضوع بأسئلة أيضا قبل ما ننتقل للموضوع التاني أنا أحب أوضح نقطة إن موضوع الانتماء اللي فات وحب الوطن كان زاخر بجزئيات كثيرة إحنا طبعا تناولنا أول جزئيتين منه وهو معنى الموطنة وأول دستور مصري إلى آخرة لكن أنا بفكركم أنه كلمنا فيه عن مكرم عبيد وعن توضيحه المعنى الانتماء كلمنا فيه عن أمير الشعراء وهو بيتكلم عن أهمية الوطن وتأثيره فينا وقبل ما ندخل في الأدباء ونجوم القرن التاسع عشر من المصريين بدأنا بأن الرسول وهو بيفارق مكة إلى المدينة كان متعمق ممتلئ الوطنية والمعنى كان واضح جواه وهو يعني مجبر أنه يهاجر إلى المدينة فعبر عن الموطنة جواه وعن الانتماء لو لا أنك أحب البلاد إليها اللي هي مكة وموطنه الأصلي ما تركتك إلى المدينة وده كانت بداية المقال الانتماء وحب الوطن وتناولناها بالتفصيل ثم بعد كده الأمير الشعراء أحمد شوقي وطني لو شغلته بالخلدي عنه لنازعتني إليه في الخلدي نفسي أخيرا انتقلنا إلى مكرم عبيد وهو بيتكلم عن أن مصر وطن يعيش فينا مش نحن اللي عايشين فيه وهو سياسي قبتي أكد زيلة الفوارق بين المسلمين والأقباط في هذا المقال بعد كان انتقلنا إلى الزعيم مصطفى كامل اللي كان زعيم وكان بطل وكان قائد وكان أديب رائع تكلم عنها باستفادة وعن مصر باستفادة في مقالات عديدة ونشر ده في الوقت بتاع الاحتلال عشان يجمع جموع الشعب المصري على الوطنية ويحسهم على المواطنة والتضحية بزدات من أجل طرد المحتل فأكد ده وقال لو لم أكن مصريا لو ددت أن أكون مصريا وكم مصر تسفحق من الإكبار والإجلال والمحبة لأنها كانت متقدمة عن غيرها في الأدب والفن إلى آخر فكانت مقالة جميلة مليانة بالحب والانتماء والحس على المواطنة فإحنا أكدنا ده ورجعنا جزئياته مع بعض هننتقل إلى الموضوع الثالث وهو كان بعنوان سلوكيات دعانا إلى الرحمة بكل أشكالها الرحمة العامة ثم انتقل إلى عدم إذاق الآخرين من المقدمة بتاعته ولكن ما يصير الشجن ويدعو للأسى وجود فريق وجود فريق من الناس وقد غفلوا عن أخلاق أمتهم يترى إيه أخلاق أمتهم اللي غفلوا عنها؟ طبعا الجزئية دي دخلين في الشباب اللي بيتجهلوا المستحقين بالمساعدة والعطف والرحمة من الأفراد وبيسلكوا سلوك مش مناسب وغير لائق في حياتهم وتشرفاتهم مع الآخرين فإحنا بنسأل في الجزئية دي مرادف شجن جمع فريق مضاد غفلة ما السلوك الذي أشارت إليه العبارة؟ ما السلوك الذي يجب أن يسلقه الشاب تجاه الشيخ الفاني السيدة الطفل؟ معنى شجن أسى وخزن فريق فرق غفلة مضادها تيقذ تعليم تعليمة يغفل تعليم طبعا السلوك أنا بسألك هنا ما السلوك المحزن الذي يدعو إلى الشجن اللي أشارت لي العبارة بنقول إن بعض الناس تغافل عن أخلاق أمتهم الأصيلة وتعاملوا بيها بشكل نظري ونسيوها بالتخلق والتحلي بيها بشكل عملي طيب السلوك الشاب تجاه الشيخ الفاني الأخذ بيده في المركبات أو الطرقات برحمة والين والأحرى في قرابته دائما يعني القرابة رقم واحد ثم الوالدان ثم الشيخ الفاني في المركبات إلى آخره طيب التدرج ده هنشوفه في سؤال آخر والشاب الفتي تجردت نفسه من الرحمة على الشيخ الفاني في المركبات يزاحم ويلكزه المقصود بيلكزه هنا طبعا يضرب بيده في صدره مرادف يترنح طبعا يتمايل مرادف يترنح يتمايل مفرد مركبات مركبة بما تصف أصحاب هذا الشاب اللي بيتصرف بالشكل ده مع الشاب الفاني مع الشيخ الفاني في المركبات بنقول طبعا أصدقاء سوء متخازلين عن إرشاده ونصيحاته يعني أنا كده بيسألنا عن أصدقاء هذا الشاب اللي بيعامل الآخرين معاملة خطأ ومعاملة سيئة فيعني وغدين بل كنت ده سؤال عميق لأن طبعا في الصداقة المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل السؤال الثاني قال رسول الله لن تؤمنوا حتى ترحموا قالوا كلنا رحيم يا رسول الله قال إنه ليس رحمة أحدكم صاحبة لكنها رحمة عامة فما المقصود بالرحمة العامة من المستحقون للرحمة في التعاملات بين الأفراد قد يؤذي الإنسان وبمنظره الرس الأخرين وضح ذلك أنا تناول مع بعض ما معنى الرحمة العامة للرسول اللي نعليها وهي طبعا لأشرت ليها في بعض السور السابقة وهي إن كل أنواع المخلوقات اللي بنتعامل معها ونقابلها كل أنواع الخلق ومن نقابلهم جميع أنواع الرحمة من الإنسان سواء الضعيف سواء القريب أو الغريب ثم الرحمة بالحيوان ثم الرحمة بالطفل جميع أشكال الرحمة تسمى رحمة عامة من المستحقون للرحمة في التعاملات؟ طبعا ذكرها هذا المقال وقال لنا أول حاجة الوالدان واخفض لهم جناح الزل من الرحمة وكل رب رحمهما كما ربياني صغيرة يأتي في المرحلة الثانية الأهل والأقارب واليتامة والضعفاء والمساكين يجي بعد كده طبعا الغريب ثم طبعا بنقص برضو في هذه المرحلة قال الطفل وأكد الرسول بشكل خاص بهم قد يؤذي الإنسان غيره بمنظره الرسل ده الجزء الثاني من الدرس والمقال مقال سلوكيات الأخير أو الدرس القراءة التالت بيكلمك عن حاجتين وهي الرحمة الرحمة في الأول يعني أكتر من صفحتين ثم بعد كده قالك أزى الآخرين إياك وأزى الآخرين بأي شكل فبنقول قد يؤذي بمنظره الرسل فأنا حطيت لك يعني أشهر منظر لحد كان في شغله وهيبتدي يتعامل مع الآخرين فمعنى الرسل المتسخ والقديم سلوك غير سليم طبعا أنا بسألك في السؤال السابق هو رقم باء من المستحقون لا الرحمة في رقم ديال قد يؤذي الإنسان والآخرين بمنظره الرسل ودح الرسل فأنا ديتك مثال على السلوك الأزى ده بأنه طبعا سلوك غير يعني غير سليم على الإنسان المهزب المحترم الأنيق مراعاة عدم إزال الآخرين وأن يطيب تناول الدرس باستفادة هذه النقطة هيعمل يطيب ملابسه ومنظرها يراعي حرمة الأماكن المكان والزمان لو هذا المتسخ مضطر أنه يدخل مسجد يدخل على ناس مهندمة ناس رائحتها طيبة لابد له من الاستعداد ده هنا مراعاة المكان مراعاة الزمان زي ما قلت لو مسجد أو صلاة أو مكان أنيق فيه فرح أو كده يعني بنفترضه مثلا أنه ساعدك في حاجة لابد برضو من مراعاة عدم إزال الآخرين بشكله لأن التطيب والنظافة أساس في دننا بنتقل إلى جزئية تانية من جزئيات الورقة الامتحانية واللي بربطها وبفكركم فيها بمنهجنا الجميل اللي كان مليان بالوطنية وبيعرض لنا أحلى تاريخ وهو تاريخ العصر الحديث ومصر الخدوية والقرن التسعة عشر فكانت بانوراما رائعة من النصوص أخذنا فيها سلاسة نصوص اليوم سنعرضها بيجي لك نص إكباري في الأول وبعد كده نصين بنختار منهم واحد فقط يعني هتجاوب على سؤالين فناخد بالنا من الإكباري ومن الاختياري بنرجع للعصر الشعراء المجددين واللي هم عملوا بعث وإحياء للشعر العربي والأدب العربي فكان منهم الغزراء ومنهم الزعماء فبدأنا أول نص عندنا للبرودي وهو كان يعتبر أستاذ اللي جايين بعديه زي حفظ إبراهيم وأمير الشعراء إلى آخره طيب لقبوا إيه بيعبر لنا النص بتاعه عن إيه إيه النصائح اللي بيقصد بيها فأنا حطيت هنا صورة من الأعمال الدرامية اللي تعرضت في الإعلام المصري وهو طبعا مسلسل الحديث والمساء بيعبر لنا عن الفترة دي شايفينه يعني أنا النموذج اللي أنا بص عليه ده ده زوابط صغير كان من أجمل طبعا ومن أنجح الشباب في الوقت ده اللي بيتجه لأنه يبقى زوابط عسكري طبعا كان شكل المجتمع بالشكل ده المرأة كانت لابسة الحجاب بالشكل ده هنا كان نموذج هول الضبط الحربي أكتر من عمل طبعا عرض المرحلة دي النص الأول بتاعنا البارودي دي صورته البارودي أنا بعرفه لك هنا وصل طبعا لوزارة لوزارة الأوقاف والحربية كان مزيرا للأوقاف ووزيرا للحربية فطبعا دي يعني من المنصب العليا ولكنه كان قلبا وقالبا كان إنسان رائع وأديب رائع بيكتب طبعا في الشعر بنقول شارك في الثورة العربية كل ده بيجي لك على شكل اختر لكن أنا عايزك تتخيل أنا بديك نص النهارده عن كان وزير اللي كاتب الكلام ده فكان وبيكتبه بطريقة أشوف أنيقة وجميلة فيلا نراجع معا سؤال من النص نص نص نصائح إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا ولا تدفع يا دليني بالقصر ولا تحتقر زفقة فلا ربما لقيت به شهما يبر على المسري مراد في القصر طبعا هنا مراد في القصر فين في النهاية بعد الدين مضاد لدودا جمع لدودا اشرح البيتين عين الأسلوب في البيتين وغرضوه ومحسنا بديعيا بما لقب البرودا أولا لدودا أي خصما شديد الخصومة وجمعها لدن والداء القصر ادفع يد الليني بالقصري يعني خلي اللين أسبق من القصري القصري يعني القهر والظلم مضادها اللين أنا جيت لك بيء مضادها أيضا هنا باق بنجاوب بنقول اشرح البيت السابقة يوضح لنا الشعر أسباب السعادة الرئيسي إذا شئت أن تحيا سعيدا ها هنعمل ايه يا برودي لتحقيقها أيها الإنسان احذر من الشدة والغلزة لأنها منفرة للآخرين وتبعد الآخرين عنك جيم بسألك عن الأساليب في النص معايا هنا وغرضها فلا تكن لدودا خصوما شديد الخصومة أسلوب نهي غرضه النصح ولدودا جاءت نكرة للتحقير اللين والقصر هداء المحسن البديعي دايما عندنا في النصصنا بطلب منك في الجزئية دي حكتين صورة بيانية ومحسن بديعي المحسن البديعي أشهر المحسنات اللي عدت علينا يا شباب التضاد لأنه بيبرز المعنى وبيعمل لفت للانتباع فعندنا اللين والقصر قلنا القصر اللي هو القهر والظلم بينهم تضاد يؤكد المعنى ويبرزه لأنه بيلفت الانتباع الأسلوب في جيم لا تحتقر نهي غرضه نصح الإرشاد محسن بديعي اللي هو زفقة والمسري زفقة والمسري سألتك ما لقبه البارودي وده أول مدرسة المجددين والبعث لقب البارودي برب أي صاحب السيف والقلم سؤال تاني أدبيت السلس والرابع فرب فقير يملأ القلب حكمة ورب غني لا يريش ولا يبري ولا تعترف بالذل في طلب الغنى فإن الغنى في الزل شر من الفقري الله على نصيحك يا بارودي بيقول لنا حزاري من احتقار الفقير مرادف المسري مضاد الزل مرادف المسري أي الغني معمى المسري الغني مضادها الفقير طبعا أنا هنا عايزة أنبه المستمعين والمشاهدين على المسري تيجي جمعها إزاي زي ما هي طبعا إحنا عارفين السري لكن المسري هو هنا استخدم لفظ المسري طب جمعها يكون إزاي زي ما هي هنضف لها الوا والنون هنقول أذي مسريون المسريون لو جت لنا في الجمع في أحد الأسئلة مضادها الفقير مضاد الزل العز بها بقولك اشرح ما المقصود بلا يريش ولا يبري لا يريش أنا هوضحها لك بقولك طبعا برضو وضح لي يعني إيه يريش يريش من يضع الريش على السهم وهذه طبعا من السفاهة السيف اتعمل للحرب والاستراع والدم طب تخيل أنا بقولك الريش على السيف اللي هو بيحط الريش بقى في الفاترينة وكده زي الطحة في الفنية فهو ملوش فايدة غني لكن ليس له فائدة ورب فقير يملأ الدنيا حكمة وشهامة ومروءة ويكون أفضل منه عندي وعند الناس وعند الآخرين وده لب نصايح البرودية في هذا النص نعود للعرض لا يريش ولا يبري لا يضر ولا ينفع ما المقصود بلا يريش ولا يبري لا يضر ولا ينفع خلاص جيم بقولك هنا اشرح بإجاز يشدد الشعر ويشتد في تحزيره من احتقار الفقراء والآخرين فقد يكون الإنسان فقيرا ولكن يملأ قلبه المروءة والصبر والنجدة وكرم الخلق ما لا يملكه الغني الجمال رقم جيم أول حاجة عندنا تكرار الأداة لا يفيد التوكيد طيب فقير يملأ القلب حكمة عكسها غني ده محسن بديعي طيب فقير يملأ القلب حكمة عندنا فيها استعارة مكنية صور القلب بإناء والحكمة السائلة الذي يملأه ربا أداة تفيد التقليل اللي احنا بنتكلم عنهم دول فئة قليلة مش كتيرة فاحنا بنقول انها كناية التقليل ده كناية طبعا عن النفع وانهم عددهم قليل اللي بيتحلوا بهذه الصفات لا تحتقر ولا تحتقر زفا قطن الفقير فلا ربما لقيت به شهما يبر على المسري فقر يعني فقر المسري كسير المال اقول لك اشرح برضو يشدد في تحذيره زي ما قلنا الى اخره المحسن البديعي زفا قطن وهق المسري بينهم تضط طيب ننتقل لموضوعنا التالت وقلنا هو بيتقلق فيه الكاتب محمود تيمور وبيعبر لنا عن العمل وجميع انواع العمل وفيه بندي رشدة لكل اولادنا في التعليم الفني اختار العمل اللي ينسبك بداية طريق النجاح انك تعرف نفسك تعرف صفاتك تعرف مميزاتك وتفتش عنها وتنميها عشان تشتغل الشغلانة اللي تنسبك وتناسب صفاتك فمعينا الاديب محمود تيمور ده النص الثاني موضح لك هو صورته نفس الكلام من نجوم القرن التاسع عشر باختصار كان اديب طبعا وعضو من مجمع اللغة العربية بداية المقالة بتاعته ده نسر ادبي نسر ادبي اعمل دائما فالعمل ضريبة الحياة على الاحياء واختر من الاعمال ما يسير مواهبك ويمازك خصائصك حتى تكون بينك وبين عملك ألفة واستجابة فترقى فيه مراقية الاتقان جات جمع مراقية الاتقان مش حاجة واحدة نواة النجاح في عملك ان تكون له اهلا وان تكون بمواهبك له كفئا وان يلائم ما انت له مخلوق فاول رشتة قلناها في الدرس ده انك اعرف نفسك اعرف خصائصك عشان تشتغل الحاجة اللي بتحبها مرادف يمازج مضاد ألفة اشرح الفقرة السابقة اذكر اساليب البلاغية وغرضها ومحسن بديعي يمازج اي يخالط مضاد ألفة كره اه او كراهية طبعا عندنا الشرح يدعو الشاعر للعمل فهو واجب على الاحياء وضريبة واجبة على الاحياء صوروا بالضريبة ويوصي معي شباب باختيار ما يناسب صفاتك ومواهبك الشخصية فحسن الاختيار سيولد التجويد الابداع الحب عين الاساليب وغرضها في اللي جات معنا في الفقرة السابقة اعمل دائما اسلوب انشاء امر غرضه النصح والارشاد التعبير بلفزة ضريبة يوحي بوجوب العمل تمام على الانسان القادر اختر برضو امر غرضه النصح والارشاد فهو ينصح الكاتب بحسن اختيار العمل السؤال الثاني فحاول ما استطعت ان تتعرف على خصائص نفسك وانت تبين كوان من مواهبك لكي تتجنب من الاعمال ما يجافي هذه الخصائص وينافي تلك المواهب حتى لا تضرب فيه حديد بارد وتسلق طريقا ليس لمثلك فيه مصار مرادف مصار مرادف مثلك هنا لانها جات بشكل تاني جي المرادف بتاعها قبل كده اللي هو كف مفرد كوان من كامل وقات لنا برضو اكشف عنها في المعجم هيبقى معانا هنكشف عنها في كمنا كالكاف والميم والنون اشرح باختصار عين صورة بيانية من الكلام الجميل ده بقول مرادف مصار اي طريق مثلك اي كفأك مثلك اي كفأك هيطلب منك دي او دي كف يعني مثل ومثيل مفرد كوان من كامل اشرح باجاز يشدد الكاتب عفوا هنا في خطأ يشدد الكاتب على اهمية ان تعرف سماياتك وما تحبه حتى تعمل ما تحب وتبدع فيه قلنا من نصيحنا السابقة اعمل ما تحب يعني تقبل قدر كل مرئ ما كان يحسنه لما تتحاول تعمل ما تحب هتبدع فيه وتجود فيه السؤال الرقم جيم تاني الاساليب البيانية الموجودة معنا بنقول حاول ان تتعرف امر غرضه النصح والارشاد على اهمية اكتشاف الصفات اللي ميزك ربنا بيها الطبيعي حتى لا تضرب في حديد بارد ده هنا بيوحي التشبيه ده او تصوير ده بتفاهة العمل وانه لا يناسب صاحبه وعديم الاسر الكاتب هنا صوره بالطرق على حديد بارد لصدمة عدم الانسجام مع هذا العمل سؤال كمان في النص بتاعنا اذا اخذت في عملا لاي واما كاما النتيجة لا تتهيئ له كفايتك فانك في احد اثنين واغل دخيل او راغم الانف مسلول وكلهما لا يصفر منه العمل بتجويد وايه وافتنان معنى واغل اشرح عين الصورة الجمالية بنقول اول حاجة متعمق ده واغل يعني متعمق واغل اهو اللي سألتك عنه اهو انت حاجة من اثنين وانت في العمل اللي مش مناسب ليك واغل اي دخيل متعمق عكسها سطحي عكسها سطحي يبقى واغل يعني متعمق ودخيل العمل بيشرح هنشرح مع بعض العمل غير ملائم لك بتكون في دخيل كارهة مزلول وبالتالي لا تنجح فيه رأيك ايه انا عايزك تاخد بالك بقى رأيي اللي هو رأيي الكاتب في الحوار ده عرض القضية ازاي يطرح الكاتب احفظ معايا قضية اجتماعية وهي العمل ويطرح اسباب ومقدمات ليقنع المتلقي بالنتائج التالية عايزك تشتغل وتختار اللي ينسبك تمام فبدأ بالاساليب والمقدمة تمام بيقولك هنا بعد كده السورة الجمالية راغم الانف مغلوب على امره بنقول كنق راغم الانف فيش حد ماشي موطي كده ولكنه بيكون زليل مش سعيد مش مبسوط فبنقول كناية عن الزلة وعدم حب هذا العمل بانه بيكون راغم الانف اذا اخذت في عمل لا يوائمك اذا ادات شرط يا شباب بتفيد لنا دايما التوكيد لانه بيكون في نتيجة للعمل اذا فعلت ده كانت النتيجة ده في فعل شرط وفيه جواب شرط فبالتالي بيكون اسلوب توكيد وتنبيه النص التالي وهو نص حافظ ابراهيم من ايضا مدرسة البعث والمجددين بنعرف منه وهو من تلاميذ البرودي اللي اتكلمنا عنه قبل كده الشاعر حافظ ابراهيم شاعر النيل كتب عن مصر كتير وكتب عن النيل كتير والقصيدة بتاعته رائعة وهي عن الصداقة فعشان كده بنقول نجهز مع بعض بموضوع ابداعي عن الصداقة والاصدقاء هيا نعرض معا ماذا قال حافظ ابراهيم طال الحديث عليكم ايها السنة ولاحل النوم في اشفانكم اثروا وذلك الليل قد ضاعت رواحله فليس يرجى له من بعدها سفروا مراد في السمر طبعا السمر هنا هو هنا قلنا ان خلاصة هذا النص انه بيكلم اصدقائه وهيكلمهم عن قطيع بينه وبين صديقه اللي طال الغياب فبادئ بالشكل القديم اللي هو بتاع الشعراء العمالقة انه قاعد بيكلم السمر والسهرانين بالليل زيه مش عارفين يناموا لانه عنده مشكلة بتقرقه وهو قطيعة صديقه مراد في السمر مفرد رواحل رواحل هنا فيه ديها مراد اخر مضاد طال الحديث اشرح عين صورة جمالية طال الحديث ومحسن بديعي السمر الساهرون السمر الساهرون مفردها الساهر او السامر مفردها السامر ومعناها الساهر مفرد رواحل اي راحلة والمراد الابل وكل ما يركب والمراد كل ما يركب لانه كان نفسه يركب اي حاجة ولكن الليل جاء فما فيش حاجة يسافر فيها ويرحل الى صديقه ليصالحه وترجع المودات مضاد طال قصرة مضاد طال قصرة باقول لك اشرح طال الليل ايها الساهرون السامرون وظهر النوم على عيونكم وللأسف ضاعت الرواحل اللي هركب عليها والمراكب لأسافر للصديق حتى وصالحه وقصافيه طال الحديث اذكر الجمال فيها طبعا دي من اهم الحاجات اللي احنا يعني تعرفنا عليها في النص تعبير يوحي بحالة الانسان الذي يعاني الالام طال الحديث يعني حتى الكلام تقيل والليل تقيل كله للا انه عنده مشكلة وهم وهو قطيعة صديقه الحميد بنقول بين الشطرين طال الحديث بين الشطرين البيت تصريع يعني الحرف الاخير في الشطر الاول جاي هو هو في الشطر التاني وليه طبعا تأثير فني موسيقي جميل من قائل النص الشاعر حافظ ابراهيم لقبه شاعر النيل طبعا انا حطى هنا صورة لي وقلتلكوا العصر ده كان شكلهم ايه في نهاية الابيات هم كانوا ثمن ابيات بيترجى صديقه انه يغفر له ويغفر له هذه القطيعة لتعود تاني المحبة يعني بيستعطفه شبه بيستعطفه اني فتاكة فلا تقطع مواصلتي هبني جنيت فقل لي كيف اعتذره كانت ختام جميل رقيق بيركب في قلبه عشان تعود الموادات بعد القطيعة نعود الى رابعا احنا كده تناولنا ثلاثة جزئيات من الورقة الاختبارية ان شاء الله الادب عندنا موضوع واحد وهو فن المقال عرف المقال قال ابنسري يعرض فيه موضوعا مسلسل المترابطا يبرز فيه فكرة الكاتب وينقلها الى القارق نقلا ممتعا لازم يكون اسلوب جميل زي ما خدنا المحمود تايمور دلوقتي كل كلمة كاتبها جذابة وليها معنى وليها كناية وليها دلالة انواع المقال في عندنا تقسمتين من حيث الشكل ومن حيث المضمون اولا المقال من حيث الشكل بينقسم لمقال طويل ومقال قصير فانا جبتلك نموذج من المقال القصير اللي بنشوفه في الجرائب بيكون بالشكل ده عمود او كده لاحد الكتاب لكن المقال الطويل بيكون زي موضوعات القراءة اللي انت خدتها السنة دي زي ما انت شفتها كده كانت طويلة اكثر من سلاسة صفحات فطبعا موضوع كبير بيكون ده شكل المقال الطويل وهو هو نفس شكل لما اقولك اكتب موضوع تعبيري ابداعي عايزك تاخد نفس الكلام يكون فيه عندنا اسلوب انيق في الكلام في كل لفظة بتختارها في كل تصوير وانت بتكتب يكون فيه واضح الجمال او العمق فيه يبقى من حيث الطول من حيث الشكل طويل وقصير اما من حيث المضمون عندنا انواع كتيرة وعديدة للمقال اسمه فيه مقال نقدي وادبي وتاريخ وسياسي وعلمي واجتماعي احنا خدنا نموذج السنادي من الاجتماع اللي بيتناول لمشكلات الاجتماعية طيب موضوع بيتناول اثار فيروس كوفيد وكيفية انتشاره وكيفية الحد من نشره ده مقال علمي واخر نتائج الابحاث ها مقال علمي طيب موضوع اخر بيتكلم عن مشاركة الشباب في الانتخابات يبقى مقال سياسي وهكذا انت اللي هتحدد نوع المقال من حيث المضمون هيجي يقولك اذكر هذه الفروع لي طيب سؤال مهم جدا واكيد برضو ما خصائص المقال احنا كده تناولنا ثلاث جزئيات في المقال عرف انواعه خصائصه المقال اللي بدي فيه من الست عناصر اللي قدامك تكوين الفني وهي وحدة الموضوع الموضوع بتاعي ايه الامتاع والاسلوب الشائق ده اهم حاجة لاما مش هقرى لك حاجة الاقناع عن طريق وضوح الافقار ومقدمات واسباب قبل النتائج القصر لا يتجوز عشر صفحات ده اللي هو الطويل زي ما قلت ولابد من القصر والاجاز حتى يكون تتحقق الامتاع وعنصر الامتاع في الموضوع الاسلوب بتنوعه حسب الموضوع طبعا حسب الموضوع اللي انا بتكلم فيه هيكون الاسلوب شكله ايه هيكون سيخر هيكون جدة هيكون اجتماعي المهم فيه يكون الاقناع عشان دية الغرض من هذا المقال ده كده كانت نهاية الجزء الرابع معنا في منهجنا وهو الادب هنيجي بقى الاهم جزء كلنا منتظرينها وهي القواعد اللغوية واللي ان شاء الله هتشرفوني فيها ولا هنتناولها بشكل مبسط وسريع مع بعض يلا نرجع للقواعد اللغوية المنهج السنائي دي كان فيه الاسماء الخامسة كان فيه الاسلوب الاستثناء باشكاله الثلاثة الا وغيره سوى وخلا وحاشة طبعا احنا تناولنا الحاجات دي باختصار وباستفادة قبل ذلك فالنهار ده هنطبق اللي احنا خدناه مع بعض الاسماء الخامسة هي بوضحها لك يلا انا مع بعض نشوفها في العرض اخ حم اب زو فو تمام بيجي لنا لو هي في حالة الرافع بتكون بالواو بترفع بالواو في النصب بالالف في الجر بالياق اب الرافع بالواو نفس الكلام ابو او ابا او ابي الرافع زو النصب زا الجر زي الرافع فو الى اخيره الاسماء الخامسة لها شروط لو انا اضفتها الياء المتكلم خلاص لم تعود من الاسماء الخامسة طيب من شروطها انها تكون اولا مفردة ثانيا انها تكون مكبرة واضحة انها تكون مضافة يعني ايه ابوك اخاك لكن مستحيل تكون مضافة الياء المتكلم اول ما اقول ابي ما بقتش من الاسماء الخامسة لو هي ليست من الاسماء الخامسة هتاخد اعراب طبيعي والعلامات الاصلية ضم فتحة كسرة الاخيرة لكن لو كانت من الاسماء الخامسة فترفع بالواو وبنقول مفردة تكون جمعها مثلا اب اباء لكن لن تستطيع ان ترفعها بالواو ستعرب هنا مثلا اباء جمع تكسير يعني هنا دي مش من الاسماء الخامسة مكبرة ليست مسغرة مضافة ولكن لغير ياء المتكلم علامات الاعراب بتاعتها هي بالواو نيابة عن الضمة بالالف نيابة عن الفتحة بالياء في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة يعني عمو زو العقلي هنا هي جات في الابتداء مبتدأ مرفوع بالواو العقل مضاف لي مجرور وعند الجر الكسرة واخو الجهالة اخو هنا بايضا مبتدأ طبعا بس هي جاءت معطوفة بعد الواو طبعا جاءت في موضوع رفع مرفوعة بالواو يبقى تبقى معطوفة مرفوعة بالواو لانها من الاسناء الخامسة الجهالة مضاف لي مجرور بالكسرة ننتقل للموضوع الثاني بنفتكر مع بعض الاشكال بتاعتي بتاعت المستثنى بقلة تم مثبت تم منفي ناقص منفي وده بنقول انه مفرغ يعني انا هعرب دي حسب موقعها في الجملة بفكركم بس بالقواعد يلا نطبق مع بعض الحكم بتاعهم ايه طبعا في الاسماء وفي الاحرف وفي الافعال بتكون واضحة هي في الافعال انا مديك ملخص لها هنا فقط لو طلب منك في الفعل وصعبوا عليك وجايب لك كمان في الفقرة او في القطعة الفعل بتاعنا خماسي او غير ذلك وما هتطلقش فيه بقى اي علامة عشان يتوهك لا احنا شطار وهنعرف طبعا مواضع همزة القطع والوصل سواء في الحرف او في الفعل يلا ناخد قطعة مع بعض نتناولها ونتناول فيها جميع الجزائيات واكتر كمان وده اللي احنا بنقوله ان المنهج او اللي امتحنا بيكون فيه اكتر من المنهج كمان اللي هو قطعة النحو لان برجع فيه قليلا من الحاجات اللي انت خدتها قبل كده يلا نعرف مع بعض العمل هو الاساس العمل هو الاساس الذي قامت عليه الحضارات لذا يحاول الناس اتقان العمل الا القليل العمل والقليل القليل هنا جزء من مين من الناس ولن تفيد الاعمال صاحبها الا العمل القائم على التعقل والتدبر وما الحياة الا كفاة وما فيها نفي الحياة كفاة اعرف مع تحته وخط الاعراف طبعا حاجات خدناها قبل كده استخرج الحاجات ديت وده طبعا التدرج الطبيعي يلا مع بعض نعرف يلا بقصدي كده الذي قامت علي الحضارات عشان اعرف دي هارجع للقبلها هتتعرف ايه اتقان العمل مضاف ومضاف ايه دي الا القليل مستثنى الاعمال صاحبها الا العمل القائم العمل القائم معرفة معرفة يبقى ده ايه نعت الا كفاح بعد الا طبعا عندي دية كفاح وما الحياة الا كفاح طبعا هنا مستثنى ولكنها تعرف حسب موقعها في الجملة لانه الاسلوب ده من في ايه ناقص من في ناقص فالعمل هتكون مضافة دي زي ما قلنا القائم نعت مرفوع ويجوز نصبه يعني ايه يجوز نصبه رجعه بسرعة العمل هنا يجوز نصبه اه يجوز نصبه القائم هنا ليه علاقة الاعمال ولن تفيد الاعمال صاحبها الاعمال هنا تفيد الاعمال الفاعل بتاعنا مرفوع والاسلوب ده من في من في فيجوز هنا يجوز هنا في العمل اللي هو المستثنى اللي القائم صفة لي يجوز عندنا هنا اه اولا نصبه ويجوز انه يكون بدل عن الاعمال اللي هي مرفوع فبقول هنا يجوز في حالتين من الاعراب وهي الرفع او النصب القليل مستثنى منصوب علامة النصب الفتحة كفاح خبر قلنا لان الاستثناء هنا ناقص اي مفرغ لانه حسب منفعه في الجملة برجع تاني الفقرة هي معاك خرج لي منها الحاجات دي بسرعة فاعل وعربه الناس قامة الحضرات فاعله كمان مرفوع علامة رفع الضمة اتقان العمل تفيد الناس فين يحاول الناس فاعله كمان مرفوع لما ترفع الضمة مستثنى كفاح مستثنى هنا كفاح ولكن يعرب ايضا حسب موقعه في الجملة اسم مجرور وهو التعقل اسم مجرور فين التعقل لن تفيد الاعمال صاحبها الا العمل القائم على التعقل مجرور بعلا وعلامة جره القصرة ضمير غائب من عارف الضمائر المتكلم انا ونحن المخاطب انت واخوتها هو وهي الغائب يبقى غائب اللي هو هو وهي استخرج همزة وصل وانا حطيت لك البانوراما والخريطة بتاعت الهمزات القطع والوصل في السابق عندنا العمل بس هتحدد لي بالقلم كده انه ان الكلمة الجزئية دي فيها اللي انت عايزها هيجي لك سؤال زي ده بالضبط هيقول لك عين هنا في مكان الفراغ المطلوب منك كن هنحط هنا اسم من الاسماء الخمسة بس طبعا منصوب كن عشان ايه خبر كان فهنقول كن زي عقل يتدبر الامور احترم زي الفاقة احترام من عايز ما فعل مطلق مصره خبر جملة اسمية هن ابناؤها عزماء بارعون الى اخيرة الاجابة وضحتها لك احفاظها معايا في النهاية كان منهج جميل مليان بالوطنية اتمنى كل اولادنا الليسته ما اختبروش اختبر لغة العربية انه هم يستفيدوا من هذه الحلقة ويراجعوا معايا جميع مهارات وجزئيات المنهج وبقولك في حاجة بسيطة خالص اعرف نفسك نفس نفسك انت وانت حلم لناس كتير جواك مواهب كتير اين كان الزمان والمكان فتش عنها وفي النهاية اتمنى لكم التوفيق والنجاح والحمد لله رب العالمين الى لقاء قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة